موسيقى كيفك يونيس يوم ما بعرف مثل هيك الخط الكبير أو السلوغان للحلقة هو كسر الروتين بممارسة أمور بسيطة شو عندك تقول بيضا الموضوع نعم يعني نحن منربع بروتين معين من وقت ما منخلق من وقت لما منكون ببياته صغار نكبر شوية نصير على المدرسة نضل بنفس الروتين ونطلع عجمع بلغير الروتين بس بيرجع بيستمر هو بذاته كمان لموضوع الشغل بيوصل الواحد لمرحلة انه خلص مال من حياته بقول انه عن جد زهقت من حياتي أنا شو عم بعمل أنا شو عم بساوي شي جديد كل يوم وهيك أمور فانه حلو الواحد يكسر الروتين اللي هو عايش فيه فيه ضل بنفس الروتين بس يعمل أشياء تتطلعوا من هيدا الروتين اللي هو عايش فيه نتل مثلا أنا بالنسبة إلي من أنا وصغير كنت حب الأشياء اللي فيها ساعدني وفيها نطنطة وهيك أمور فعلى كبر طلعت برغب بالإكسريم سبورتز كل شي ريادات فطرة يا هم واصل يعني يا دلي أوكي مثل شو إكسريم سبورتز أي نوع عم بنا اللي هيادة هو بيسيكلي أكتر شي عنا بلبنان فيه عنده ساعدات واسعة كل شي روب أكتيفتيز رابال اسكالاد كيفينج كامبينج مثلا الواحد فيه يروح يعمل كامبينج بمنطقة معينة فيها أكتيفتي معين ثاني نهار يروح يعمل هيدا الأكتيفتي أي الواحد بيقدر يعني يشكل هيك أشي عنا بلبنان حتى واتر اكتيفتيز عنا بلاوي أشياء واتر اكتيفتيز إن كان بالبحر إن كان بالأنهر اللي عنا يا صحيح غير الأشي اللي مثلا الواحد بيطير بالجو وهيك أمر آه أنت عاملون هو كلون بفهم منك تقريبا فيك تقولي هيك شي وإلا ما كنت طلعت لحتى قالك قداء أنا بحب الحياة وحب للحياة هو بيخليك تجرب كل شي فيها نعم غير إنه جرب كل شي فيها إنه من وراء كسر الروتين اللي أنا عشته من وراء إذا بدك طلعت من هالسيركل اللي نحنا منعيش فيها هو اللي خلاني عطاني إذا بدك أمل وحب للحياة أكتر قد ما واجه مشاكل وقد ما واجه مصاعب حياتي بضل دايما عندي بوزيتيفتي بشخصيتي إنه لأ هيدا نهار صعب أوكي بيقطع بيجي نهار أحلى أكيد حتى لو ما أجه نهار أحلى بس إيه بده يجي وإيه بده يروح إذا حاطت بي راسك وفوكس إنه الحياة ترجع بتصير أحلى بدها ترجع تصير أحلى مية بالمية طيب شو الشعور اللي بيعطيك هي بس تكون عم تعمل هالأكسريم سبورتس يعني مثلا في ناس يمكن بالسفر بتروح بتحس إنه عندها شعور غريب يمكن بتكتشف بلاد كولتور قصص معي يعني أنت أكيد بيضفلك شي بحياتك هالأكيد أكيد بحركلك الأدرينالين بجسمك بشكل ما طبيعي يعني الأدرينالين روش اللي بياخدها الواحد لما بيكون عم بيعمل هيدا النوع من سبورتس بغير له بغير له نهار وبغير له أسبوع يعني أنا بتقطع لي أيام أحيانا بيقول لهم أنا هيدا الشهر عن جد لازمني حتى أرتاح من ضغط الشغل وضغط مثلا حيانا بنكون عم نعمل intensive courses وهيك لازم لازم أتعلق بشي حبل شي فترة شربع ساعة إجمعهم كلهم يطلعوا شربع ساعة اللي حتى قدر إطلع من هيدا الضغط فأنه هالأدرينالين اللي بيحركلي كيب جسمك بيغيرلك أشياء بيحركلي كورموناتيك تتسلي أكيد وغير هيك مثلا أنه في كتير أشياء تانية نعملها ما ضروري نوقف على بس على موضوع الأكسريم سبورت في أشياء تانية نعملها بلبنان مثلا نحنا كتير مشهورين بالرأس فكرة الرأس عنا بالنسبة لشاب بينقال أنه لا مش ملازم الشاب بيرقص وعيب الشاب بيرقص وكذا طب ما كل عمرة هادي السقافة موجودة من زمان هادي السقافة رجعية إذا بدك لا ما بعرف لأمتى بس أنه الرأس ما خلق بس للمرأة ما أكزاكلي ما هو في طبيعة رأس وفي الطريقة اللي بيرقص فيها الشخص هي اللي بتاعت الانطباع الجيد أو السيء عنه يعني إذا الشخص قرر يتعلم الرأس لحتى يقلت شي بنت بيطلع هو بيشبه البنت بس إن كيس قرر يتعلم الرأس لحتى أنه يطلع بشخصيته هو يكون نفسه يكون شخصيته بيطلع لا أكيد شخصيته هو مثل ما هو بكامل رجوليته ما بتنقص من رجوليته ولا شيء طبعاً فأي أنا كمان صار لفترة شي ست سنين بتعلم الرأس رأس السالونيت ورأس اللاتين دانس وهون بلبنان مؤخراً يعني آخر كم سنين كتير عم بيوصع إذا بدك الكمباة طبعاً هذا الكمبيونيتي يعني عم بصير دايماً فيه سهرات فيه مثلاً ما هو شي بجرشي مثل ما بيقولوا يعني إذا واحد بلش بأكتيفيته معي يعني بيتعرف على الأشخاص اللي موجودين بها المحل اللي عم يعمل فيه الأكتيفيته وإن خيريرها بيصيروا بيعملوا مشاريع تانية بيتوسعوا يمكن بيبلش برأس بيوصلوا يمكن يعملوا مشروع تانية أو أكتيفيته تانية مية بالمية ما هي من هون هيك بتكسر الروتين مية بالمية أكيد بتتوسع من شغلة لشغلة شغلة بتدلك على شغلة بتتعلم بيصير مثلاً أنا مثلاً لما بلشت قرقص كان في شي عملوه بالليبنان سالسة نايتسو هيك ويكلي نزلت مرة حبات الجو فقررت اتعلم سالسة من السالسة مثلاً شفت صف تانجو كيف كانوا عم بيعملو فقررت كمانا أنقل اتعلم تانجو من صف لصف صرت يعني عرفت ايه فأنه أكيد تتعلم كتير أشياء وهيك أمور بتوسع لك أفاكك بتوسع لك إذا بديك الكنيكشنز تبعيك يعني نحنا بنطلع برات لبنان وحتى بلبنان بيعملو ايه بنطلع بتتعرف هناك على أشخاص من كل الجنسيات بوحد يعني مثل ما بقولوا الرأس إذا بديك أو الفن بالمجمل العام مثل ما بقولوا الغنى والموسيقى هو لغة موحدة لكل الشعوب فعن جد شي موحد بيكون لأن أنا لما بعزم شخص صبية رأسة ما بكون عم بعزمة مثلاً بينية سايقة ايه اكزاكتلي بترأسي انت وياها بس لحتى تطبق الأشياء اللي انت بتعرفيهم بتتسلي هي بتتسلى وهيك بتصير الأمور حالو كتير دايماً بتمارس الرياضة ودايماً كمان للرأس يعني كيف بتقسم وقتك يعني جمالاً داي براية كان وانك جاي عم تحكي انو عم تنصح العالم يجوا يعملوا اكسريم سبورتس أو يكسروا الروتين بطريقة معينة يختاروا الأكتيفيت تلبادونيها بس انت بحياتك كيف بتقسم؟ يعني الواحد دايماً عنده وقت فراغ يعني بدل بعد شغله بدل ما يقعد يرتاح ويترك الكومول يساطر عليه لا بروح بيعمل الأشياء بتنشطه إذا بديك هاي دي الأشياء قد ما بتتعب وقد ما بتعطي بلجر قد ما بتنشط طبعاً فانو دايماً بعد الشغل مصلاً بروح أنا من الساعة كزا للساعة كزا بعمل فيه سايتات بلبنان للإندور كلايمبينج بروح بعمل براكتس إندور كلايمبينج هي أشياء مثل الفويات بركبوا على يافها لازات وهيك بتصير بتعارب الشيء بتعلق بتوقعي هذا بس أكيد حب توقع حب توقع بس دل معلق بالهواء هكيد كمان بعد مثلاً أغلبية صفوف الرأس بتكون بوقت مأخر عادة يعني فيه أشياء بكير مثلاً لحسب الأعمار للأشياء مثلاً للأشياء العلم للناس الراش دي فيه أوقات مأخرة للرأس فبروح الواحد بيتعلم رأس بها الوقت بيوصل على البيت قد ما كان نهاره صعب خلال النهار بيقدر أو بيستعد لنهار تاني جديد بغير طاقة بغير طاقة بطاقة يعني قد ما عم بقلك قد ما كان فيه صعوبة وقد ما كان فيه negative energy حواليه بيشيل كلها negative energy وبروح وبيطلع كأنه إنسان جديد صحيح كلمة أخيرة كلمة أخيرة ما حدا يضل على نفس الروتين اللي هو عايش فيه لأن الروتين اللي من ضل عايشين فيه هو بذاته بوصلنا لمرحلة يمكن وصلنا أنه نكتئب أو يوصلنا نكون زعلانين أو يبطل فيه طعم للحياة بالنسبة لنا بصير نحكي هالحكي وهذا الكلام بتداول بينتنا يعني عادة فلا ما حدا يضل على هيدا الروتين يكسروا يطلع يعمل شي بحبه مش ضروري يعمل الأشي اللي أنا عم بحكي عنها أي شي تاني بحبه دايما فيه طريقة اللي إياه حتى يعمل هيدا الشي يعملها ويتسلى ويغير حياته تمام أنا بدأت شكرك يونس أكيد مثل ما قال يونس الحياة ما بتوقف بالروتيني اللي منعيشه أكيد وقتها منكسرها منكسر هالروتين راح نشوف أو نتعلم قصص جديدة منها أنتو بتنبسطوا بتتعلموا إشياء جديدة ممكن تجروا أصحابكم كمانا ليعيشوا إكسبريانس حلوة بيصير جو أكيد بيختلف عن الحياة اللي كنتو تعيشوا قبل بتشكرك عن جديد يونس توقف مع فاصل أعليني ومن بعدها من كفى عالم الصباح